وزارة العدل الأمريكية فاجأت إيران بمصادرة كميات كبيرة من سلاحها ومن نفطها في أوقات حارجة تمر فيها مفاوضات فيينا التي من المفترض أن تحلل كثير من الأمور المتعلقة في الاتفاقية النووية وهذه الإجراءات التي جاءت من وزارة العدل الأمريكية هي تأتي تجاه حادثة لم تتم يوم أمس أو قبل أسبوع لا أبدا بل هي تمت في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 وهذه الحادثة التي صارت هي تمت في بحر العرب هذا هو بحر العرب الذي ترونه أمامكم وبالنسبة للبحرية الأمريكية كانت آنذاك هي تجول في عملية روتينية أمنية في بحر العرب وفجأة ضبطت سفينتان كل سفينة ضبطتها في سنة يعني سفينة في عام 2019 وسفينة في عام 2020 وهذه السفينتان كانت قادمة من الأراضي الإيرانية مباشرة إلى اليمن إلى الحوثين محملة بالعديد من الصواريخ الدقيقة بالنسبة إليهم لمساعدة الحوثيين في معاركهم اللي يخذوها على عدد من المستويات وهذه الصواريخ من ضمنها اللي كانوا يمتلكوها طبعا واللي ضبطوها الأمريكان هي 171 صاروخا من الصواريخ المضادة للدبابات بالإضافة إلى ذلك إلى ثمانية صواريخ من صواريخ الأرض جوء الإيرانية بالإضافة إلى العديد من مكونات صواريخ الكروز التي يستخدمها الحوثيون أيضا في معاركهم في اليمن وهذه طبعا القضية لم تتوقف هنا بالنسبة للأمريكان لا أبدا بل أن البحرية الأمريكية كذلك ضبطت أربعة ناقلات للنفط لم تكن تحمل العلم الإيراني أبدا ولكن كان النفط اللي موجود بها إيراني بحثوا على هذا الأساس هم ضبطوا منعدها 1.1 مليون برميل للنفط وكانت هذه الناقلات متوجهة إلى فنزولا لما ضبطوها بهذا الشكل وعلى هذا الأساس الأمريكان الذي يسوه قاموا ببيع هذه 1.1 مليون برميل نفط وحصلوا على أساسها ما يقارب أكثر من 26.5 مليون دولار أين ذهبت هذه الأموال تخذوا قرار بأن تكون هذه الأموال تذهب مباشرة إلى صندوق هو من أجل مساعدة ضحايا الإرهاب وهذه طبعا أين القضية وأين الجديد في هذه القضية بما أن الأمور تعود إلى عام 2019 و2020 الآن اللي سوتها وزارة العدل أنه صادرت كل هذه القضايا التي نتحدث عنها أي بما معنى أنه لو إيران حاولت أن تعود للاتفاق بأي شكل من الأشكال بأي اتفاقية بأي مفاوضات لن تتمكن من استرجاع هذه الصواريخ أو هذا النفط أو غيرها انتهت راحت وانتهت على الإيرانيين وهذه تعتبر طبعا أكبر عملية مصادرة بالنسبة لوزارة العدل الأمريكية كما أعلنت هي ضد إيران بشكل مباشر على مستوى النفط وعلى مستوى الأسلحة وهذه طبعا القضية أيضا ثبتت فيها قضية مهمة بالنسبة لوزارة العدل هي ترتبط بنا نحن في العراق شوف شنو اللي قالت النص وفيما يتعلق في نص عملية القرار الذي اتخذته قالت الحرس الثورية الإيرانية المصنف كمنظمة إرهابية هو الذي نسق عملية شحن الأسلحة التي كانت موجهة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن وكذلك إذا ما قينا نظرة على طبيعة هذا الصاروخ الذي نراه اللي هو صاروخ أرض جو من ضمن الصواريخ التي ضبطته للحرس الثوري الإيراني أرسلها من ضمن السفينتين اللي توجهت إلى اليمن سنلاحظ بأنه يشبه تماما هذا الصاروخ الذي ظهر في شهر عشرة شهر أكتوبر الماضي من هذا العام ظهر بهذا الشكل في طوس خورماتو في كاركوك وهو صاروخ اسم السام 358 وهو صاروخ يستهدف الطائرات المسيرة بالدرجة الأساس أي طائرة هي تطير على مستوى مخفض هو دائما يشكل خطرا عليها وابحة جدا ظهور هذا الصاروخ في حينها هو رسالة من هذه الميليشيات الموالية لإيران إلى التحالف الدولي وإلى القوات الأمريكية بأننا نستطيع الآن أن نستهدفكم وكان هذا الصاروخ موجها تجاه قاعدة الحرير وإن كانت بعيدة من هذه النقطة ولكن كان هو هذا التوجه مات طبعا في المنصة الخاصة به وكذلك هناك أمور متعلقة بتورط الحرس الثوري الإيراني هذه القضية طبعا يجب أن ننتبه بأن هذه معناته بما أن الحرس الثوري هو الذي دخل هذه الصواريخ وهذا الصاروخ الذي تحدثنا عنه إلى الحوثين معناته هذا الصاروخ أيضا أدخل الحرس الثوري الإيراني إلى الداخل العراقي وتحقيقات مستمرة الآن على قضايا متعلقة بالطائرات المسيرة أيضا متورط بها الحرس الثوري ولكن فيلق القدس هو المتورط بها بشكل مباشر في قضايا لحد الآن تتنشر عن محاولة اغتيال السيد مصطفى الكاظمي بطائرات اليدرونز اللي صارت بطائرات الكوات كوبتر تفاصيل لازالت تنشر على هذا الموضوع الواشنطن بوست يوم أمس نشرت تفاصيل يجب أن ننتبه إليها وتورط فيلق القدس بهذا الأمر شوف شن اللي قالت الواشنطن بوست يوم أمس مسؤولون استخباراتيون حاليون وسابقون إيران بدأت بشكل مباشر في تزويد ما لا يقل عن نوعين من الطائرات بدون طيار لحلفائها من الميليشيات في العراق بعد وقت قصير من اغتيال إدارة ترامب للجنرال سليماني وأضافت أيضا فيلق القدس قدم أنظمة تشغيل محوسبة للطائرات المسيرة وقاموا بتدريب الميليشيات على كيفية تعديل الطائرات بدون طيار التجارية للاستخدامات العسكرية قضية كبيرة جدا وهائلة بالنسبة لهذا التورط للحرس الثوري وفيلق القدس ولكن القضية بما يضاف إلى وزارة العدل الأمريكية وما انتخذته من إجراءات من مصادر لكميات السلاح وكميات النفط الكبيرة يوم أنس على إيران كذلك المفاجأة جاءت أيضا من وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت 15 عقوبة 15 فردا وكيانا عقبوا على مستوى ثلاثة دول اللي هي إيران وسوريا وأغندا وحصة الأسد من هذه العقوبات وجهت إلى إيران بشكل مباشر تسعة أفراد وكيانات عقبوا في الداخل الإيراني يوم أمس بسبب قضايا متعلقة بقمع حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات والديمقراطيات متعلقة بأمور تمت في عام 2009 في الانتخابات الرئاسية وما بعد الانتخابات الرئاسية في إيران اللي فاز بها محمود أحمدي نجادي في حينها أنه صار قمع كبير جدا من الباسيج والقوات أيضا الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وكذلك في عام 2019 على هذه الظروف فرضوا هذه العقوبات الخطيرة وهذا واضح جدا من نسبة للولايات المتحدة الأمريكية هم يريدون زيادة الزخم على إيران في ظل أيضا عدم إعجاب وانزعاج من الأوروبيين في قضية المقترحات التي طرحتها إيران على المفاوضات وعلى طاولة المفاوضات النووية في جولتها السابعة الأخيرة أنه بعدما ألمانيا كانت رافضة لهذه المقترحات الإيرانية من أجل إحياء الاتفاقية النووية فرنسا الآن انضمت إلى برلين مباشرة وقالت نفسه كلام بأن هذه الوثيقة الإيرانية ليست واقعية ونريد أمورا واقعية يا إيران في الجولة الثامنة ومتوقع يوم غد أو الأيام القليلة القادمة هي فيها فرصة كبيرة جدا للجلوس مرة ثانية ولكن يريدون منهم مقترحات باختصار شديد جدا للولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزارة العدل وكذلك وزارة الخزانة الأمريكية بهذه الإجراءات هما أبلغوا الإيرانيين يريدون أن يقولون لهم بأن المفاوضات النووية الآن على وشك أن تنهار وستخسرون كل الأموال والمكاسب الممكن أن تتحصلوا وكذلك الإسرائيليين الآن يريدون استهداف المنشآت النووية الخاصة بكم وكذلك أن هناك تظاهرات مستمرة على المستوى العمالي وعلى المستوى الخدمي انزعاج في العديد من المحافظات الإيرانية وهي متصاعدة كذلك أن الدولار تجاوز 30 ألف تومان الآن في الداخل الإيراني في مشاكل حقيقية على المستوى الاقتصادي دي عانوا منها عدى التضخم عدى عملية الـ unemployment rate اللي هي البطالة اللي موجودة المتصاعدة في الداخل الإيراني وكذلك قضية جاءت من أفغانستان بأن حركة طالبان بدأت تشتبك مع حرس الحدود الإيراني أيضا وبدأت تقتحم بعض الأراضي إلى الداخل الإيراني في بعض الأنباء وبعض التقارير التي تحدثت عن دخول طالبان وسيطروا على عدد من النقاط الموجودة بالنسبة لحرس الحدود الإيراني فلذلك إيران في مشكلة كبيرة جدا فيا إيران إذا كنتم تريدون العودة فعودوا الآن وتخلصوا من كل هذه المشاكل ولم يبقى أمامكم في ظل هذه الظروف إلا العودة هذه هي خطة الولايات المتحدة الأمريكية الواضحة تجاه هذا الأمر ولكن الإيرانيون لم يسكتوا أبدا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد مباشرة بعد هذه الإعلانات والعقوبات التي ظهرت بهذا الشكل يعني استغرب هذا الأمر تماما بأننا في مفاوضات ولكن خلال هذه المفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تستمر في عملية فرض العقوبات وكذلك قال بأن هذه العقوبات التي تخذوها الأمريكان على مستوى وزارة العدل ووزارة الخزانة هي لن تعطي للولايات المتحدة الأمريكية أي نفوذا أو قوة في هذه المفاوضات نهائيا وهنا طبعا واضح جدا بأننا قد نكون أمام النسب تخصيب أعلى أو ضخ لغاز سادسة فلوريدا اليورانيوم في المشاءات الحقيقة النووية الخاصة بهم غاز سادسة فلوريدا اليورانيوم الذي يستخدم في التخصيب في أجهزة التطرد المركزية كذلك هم يصعدون من خلال الحوثيين قبل يومين الحوثيين يعني استهدفوا بهذا الشكل الرياض والسعودية خميس مشيط وكان هناك تصدي من الدفاعات الجوية السعودية بهذا الشكل من خلال هذا التصوير الذي ترونه يعني كانت هناك العديد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي هاجمت السعودية يصعدون على السعودية بشكل كبير لأهداف مهمة جدا ولكن دفاعات المملكة العربية السعودية تصدت لجميع الصواريخ والطائرات المسيرة هذا جزء من الطائرات المسيرة التي سحقت من قبل الدفاعات التابعة للمملكة العربية السعودية وبالتالي أسقطوا كل شيء وكل الاستهدافات للحوثيين ولكن في نفس الوقت الإيرانيين يصعدون ضد السعوديين لأنهم يعرفون شيئا بأن هناك خللا وإدارة بايدن لا تتعاطى مع المملكة العربية السعودية كثيرا في ملفات التسليح وطبعا بعد هذا الهجوم الذي أنتم شفتوه الآن يوم أمس الول ستريت جورنال كشفت قضية مهمة جدا بأن المسؤولين السعوديين توجهوا وبسرعة وطلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية على وجه السرعة أن يقدموا لهم صواريخ باتريوت لأن صواريخ الباتريوت في الداخل السعودي بدأت تصل إلى النفاذ بسبب زيادة العمليات الكثيرة من الحوثيين نتحدث على ما يقرب 375 هجوما من الحوثيين فقط خلال عام 2021 وبالتالي هم طالبوا بهذا الأمر وفعلا بحسب البوليتيكو كان هناك تصويتا في مجلس الشيوخ الأمريكي وتم التصويت بالأغلبية على هذا الموضوع 67 صوت مقابل 30 صوتا معترضا ووافقوا على تمرير هذه الصفقة بقيمة 650 مليون دولار للسعودية لبيع صواريخ الباتريوت وعدد من الصواريخ المضادة التي ممكن أن تساعد المضادات السعودية